الصندوقان الأسودان تعبير يتردد عقب كل حادث طيران باعتبارهما شاهدان أخيران لما جرى للطائرة أهمية الصندوقين وما يتكبده الباحثون من جهد للعثور عليه بعد كل حادثة جوية دفع المختصين للتفكير في طريقة تساحل الوصول إليهما في أسرع وقت شارد شامبيون نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الهندسية في إيرباس أي يد بقوة ابتكار صناديق سوداء تقذفها الطائرات بمنجرد وقوع الحادثة وقبل غرق الطائرة تحت سطح الماء أو تحطمها على الأرض وبحسب هذا المقترح فإن هذه التقنية الجديدة ستسهل معرفة موقع الصندوقين الأسودين الخاصين بالمعلومات والصوت حاليا يقوم الصندوقان الأسودان بإرسال إشارات لمدة ثلاثين يوما من وقوع الحادث ليسهل تحديد موقعه وانتشاله وبحسب المنظمة الدولية للطيران المدني التابعة للأمم المتحدة فإن هذه التقنية في حال إقرارها لن ترى النور قبل العام 2021 هذا المقترح الذي تم تجديد طرحه عقب كارثة طائرة مصر للطيران في البحر المتوسط الشهر الماضي كان قد عرض أصلا بعد تحطم طائرة إير فرانس في رحلتها 330 عام 2009 وأيضا بعد اختفاء طائرة للخطوط الجوية الماليزية في مارس عام 2014 والمفارقة هنا أن التقنية المقترحة استخدمت في بعض الطائرات العسكرية منذ أمد بعيد ميث عمار العربية